السلام عليكم أعزائي الطلبة نلتقيكم اليوم مجددا مع درس من دروس الكيميا وهو استعمال ثوابة الاتزان في مقرر كيم 214-216 وسنتوقف عند أهداف الدرس وهي عبارة عن أن نحسب تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وسنطبق ثوابة الاتزام بدلالة التراكيز للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة نبدأ بالتطبيق الأول وهو حساب تركيز الميثان في المعادلة التالية نلاحظ أن المعادلة التالية جميع المواد المتفاعلة والناتجة في حالة غازية إذن هو تفاعل متجانس بالإضافة إلى أن نلاحظ أن المعادلة أيضا متزنة أي أن عدد درات الهايدروجين في الطرف المتفاعل يساوي عدد الهايدروجين في طرف النواتج بالإضافة إلى الأكسجين موجود عندي متساوي في الطرفين من خلال إذا علمت أن قيمة كي اي كيو تساوي ثلاثة فاصلة تسعمية وثلاثة وثلاثين عند درجة حرارة ألف ومائتين كيلفين وتراكيز غاز أول أكسيد الكربون وغاز الهايدروجين وبخار الماء إذن تم تحديد ثلاثة تراكيز لمواد مختلفة على الترتيب مطلوب مني أن أنا أحسب اللي هو تركيز غاز الميثان تركيز غاز الميثان بدلالة تراكيز الأول والثاني والثالث للمواد على الترتيب نلاحظ أن من خلال تحديد ثابت الاتزان التعبير ثابت الاتزان للمعادلة ستكون النواتج على المتفاعلات ولا ننسى أن العامل أن المعاملات ترفع كأسس أن المعامل يرفع كأسس لجميع المواد المتفاعلة أو الناتجة فبالتطبيق للحصول على تركيز الميثان ستكون عندي CH4 اللي هو غاز الميثان كتركيز بالضرب التبادلي ستكون عبارة عن قيمة الكي اي كيو ضرب في اللي هو المواد الناتجة على المواد المتفاعلة مع التعويض وإيجاد النسبة بالنسبة للغاز الميثان ستكون القيمة هي لتركيز الميثان هي 27.49 مول لكل لتر بهذا الشكل احنا أوجدنا تركيز غاز الميثان بدلالة تراكيز مواد أخرى وقيمة الكي اي كيو لدينا التطبيق الثاني وهو تفاعل لإنتاج غاز الميثانول من خلال اتحاد الهايدروجين مع أول أكسيد الكربون إذا كان تركيز الهايدروجين يساوي 0.933 مولارية عند الاتزان والميثانول يساوي 1.32 مولارية عند الاتزان كيف نعلم أنه عند الاتزان لأن التفاعل واضح بالنسبة إليه بأنه عبارة عن تفاعل متزن نتيجة لوجود التفاعل الطردي والتفاعل العكسي وإذا كانت قيمة الكي اي كيو 10.5 عند درجة الحرارة أحسب تركيز أول أكسيد الكربون ولإيجاد قيمة تركيز أول أكسيد الكربون كما هو مطلوب من السؤال نستخدم معادلة ثابت الاتزان للمتفاعلات والنواتج في إيجاد قيمة المطلوب اللي هو السي او 2 نلاحظ بأن قيمة السي او تساوي الميثانول على الهايدروجين مضروبا في قيمة الكي اي كيو وهي عملية رياضية بالتعويض نحدد القيم مع الملاحظ بأن قيمة المعامل هي يجب أن تأخذ بالاعتبار للهايدروجين لكي لا نتجاهله فتكون النتيجة خاطئة ومن بناء عليه نوجد تركيز أول أكسيد الكربون ننتقل الآن إلى التطبيق الثالث ونترككم أعزائي الطلبة لإيجاد الحل في تركيز غاز الميثانول بأنفسكم لتتدربوا على إيجاد قيمة تراكيز بعض المواد ضمن التفاعلات المتزنة ترجمة نانسي قنقر ننتقل للتطبيق الرابع من خلال التفاعل للمواد الافتراضية نلاحظ أن تفاعل 1 مول من المادة A 1 مول من المادة A مع 1 مول من المادة B من المادة B في دورق حجمه 1 لتر إذا كان تركيز A عند الاتزان هو 0.4 مول لكل لتر أحسب تركيز المواد الأخرى ثم أحسب قيمة الاتزان أو قيمة ثابت الاتزان إذا مطلوب مني جزئين في هذا السؤال أول جزء أن أحسب تركيز الاتزان للمواد الأخرى ثم أحسب قيمة ثابت الاتزان ننتقل الآن إلى حل السؤال الموجود أمامنا لتحديد أولا المعطيات تركيز الابتداء للمادة A مع المادة B يساوي 1 مولاري لأن التفاعل حدث في إناء حجمه 1 لتر نحن عارفين سابقا بأن كل مولاري 1 هو عبارة عن مول لكل لتر فهذا بيكون عند المعاملات طبعا نلاحظ أن المعاملات متساوية لذلك التراكيز حصل عندي تساوي يعني هنا المعاملات متساوية مع A مع B في حين التركيز الابتدائي للمادة C مع المادة D يساوي 0 لأنه في بداية التفاعل لم يحدث تفاعل أما تركيز الاتزان للمادة عند أو تركيز عند الاتزان للمادة A مع المادة B فهما تساوي مثل ما أعطاني في المعطيات تساوي قيمتها 0.45 مولاري فلذلك تركيز المادة C مع المادة D عند الاتزان سيصبح واحد ناقصا تركيز المادة A مع المادة B ويساوي عبارة عن 0.55 مولاري لأن أيضا المعاملات للمادتين متساوي للمادة C مع المادة D عزيز الطالب يمكن ترتيب أفكارك من خلال معطيات المسألة بشكل آخر من خلال جدول يوضح المواد المتفاعلة والمواد الناتجة مع موجود التراكيز الابتدائية والتراكيز عند الاتزان فالتراكيز الابتدائية للمواد المتفاعلة واحد كما لاحظنا في بداية التطبيق وأن تراكيز المواد الناتجة هي 0 عند التراكيز الابتدائية بينما عند حالة الاتزان تغيرت كما كان ضمن معطيات المسألة أن قيم A مع B لأنها متساوية في المعاملات قيمها متساوية عند التراكيز عند الاتزان فتصبح القيمة للمواد الناتجة هي عبارة عن واحد ناقصا صفر واحد فاصلة ناقصا صفر فاصلة أربعة خمسة صفر ويساوي اللي هو صفر فاصلة خمسة وخمسين مولار اللي هو التركيز ومن خلال هذه المعطيات التي أوجدنا من خلالها التركيز أوجدنا التراكيز عند الاتزان يمكن إيجاد قيمة ثابت الاتزان بتطبيق ثوابت الاتزان للنواتج قسمة على المتفاعلات بتطبيق اللي هو التعويض الرياضي لإيجاد قيمة اللي هو الكي اي كيو وبهذا الشكل عزائي الطلبة نوصل إلى ختام درسنا نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر